اي قرار بيحصل اي لاعب فيه شك في اصابته ما بيعابش. مفيش لاعب حيشارك وفيه اصلا عندي اي شك ان هو يلعب. او ان هو عنده اصابة. عمر محفوش بلاعب اخد بمخاطرة. مفيش لاعب شارك الماتش اللي فاته اصلا كان فيه مخاطرة اساسا وفيه شك ان هو عنده حاجة. لكن في نفس الوقت احنا بنقعد مع بعض في الجهاز طبي وانا وجهاز بداعي. نتكلم مع بعض ونشوف يقول لي مسلا حالة دي فيها كذا وكذا وكذا من نسبة المخاطرة الدي ايه. واحنا بناخد قرار احنا انا ما باخدش اي مخاطر مع اي لعب اي امكان. اه اللي بيحصل بقى ان احيانا اه مع ضغط الماتشاط الكبير ده كل يومين ماتش. مفيش لاعب مبقى مية في المية. يعني في دايما فيه شكاوة بسيطة. الشكاوة بسيطة دي بقى احنا نوعها مع بعض ونشوف هل الشكوى دي فيها مغامرة ولا عادية. يعني مسلا لو كادمة. الكادمة ممكن ان انا لعب لما بيسخن كويس وتحرك وتدورها الدمائي بتجري ما ببقاش في قلم ما ببقاش في حاجة الجسمة فيه جريه ما بتحسش بحاجة والدنيا بتمشي كويس. غير لما فيه اصابة عضلية. فالرمور بتبقى مختلفة. لكن مع كل تمانية واربعين ساعة ماتش. مفيش لاعب حد لعيب سليم ما في المية. لكن مفيش لاعب بقرارها بيشارك في النجاح في اي مباراة. وعنده حتى نسبة انه ممكن تصول. فما كانش في اي حد بالنسبة اللي شكتك عندها اي مشكلة. ده بالنسبة بالجزء العاني من السؤال. الجزء التاني بتاع الهداف ده بنتكلم فيه تاريبا كل مختلف صحفي. قابل الماتشاط وبعد الماتشاط واسناء الماتشاط. بتاقي ده بقى الموضوع اللي كل مرة بنتكلم فيه. اه مش سير. بنتكلم فيه على طول. مشكلة معروفة اهه بنوصل لجوم كتير. وهو ده ده فيه جزء كويس. يعني جزء كويس جدا ان الفرقة تخلق كما فرص كبير جدا. ده معناها ان احنا بتحرك كويس. بنعمل حاجة. بنعمل حاجة كتير. واجبات بتاعتنا. بنعمل هناك كويس. فبنوصل لجوم كتير. من مناقص التحويل الكرة جوا الجوم. ده بيقى فيه بعض العناصر منها التمرين. لكن انا عندي كل تمانية واربعين ساعة ماتش. مرة اللي لعبة امتى. يعني هو بيقى تمانية واربعين ساعة. اللاعب بياخد استشفى. وبعاين بينزل. مرة التمرين خفيفة وبعاين ينزل ماتش اللي بعد. فما قدرش ان انا خلي لاعب. نشارك بعد تمانية واربعين ساعة. يقعد يشوف كتير على الجول. هيتمزل. يعني هو كده انا بعور. فالي حاجات لازم بحطها في الحسابات. لابدنا نركز على جزء النظري اكتر مع اللاعبة اللي بتشارك كل تمانية واربعين ساعة. ففي عناصر كتير بتقدي ان الموضوع بيقى في اه مشكلة في عملية اللي بنانا اقدر امرنا اللاعبة على تحويل فرصة الادابة. بس بنتكلم بقى نظري كتير. بنتكلم على فكرة تجدوه الثقة. آآ بفكرة التركيز. نحن كتير جدا يبقى الموضوع اللي علاقة بالتركيز. نحن نكلم على العبار في القرون كتير. نزال نركز الدام لجول. لازم يكون اهدف الدام لجول. عشان نقدر ان احنا نحول الفرص الكتير اللي بتجدنا الهداف. لكن ان شاء الله حيبقى فيه مجالات التفريم في الفترة الجاية ان احنا نحسن جودة احراز الهداف ان شاء الله. من النقاط المهمة لاتكلم فيها مرسل كولر موضوع الاصابات. يعني لو عنده شك في لعب ممكن يكون مصاب اكيد مش هيدفع به. وقال دايما بنقعد كجهاز فني مع الجهاز الطبي بنشوف اللعيبة مدى جهزيته عشان ما يحصلش مغامرة بمشاركة اي لعب عشان يتعرض لاي اصابة. طيب محمد الشناوي كان محور حديث مهم جدا في هذا المؤتمر الصحفي لان الشناوي يمكن تم استبداله في الديئة 35 من الشط الاول في لقاء سيراميكا بعد تعرض الاصابة بشد في العضلة الخلفية ونزل مكانه الحارس الواعد الشاب مصطفى الشوبير. والكلام كتير على مدارة 48 ساعة هالي الشناوي ممكن يلحق ما يلحقش. الناس كلها كمان متخوف على فكرة ان الشناوي عنده كاس اوم افريقيا فالموقف هيبقى ازاي في الفترة اللي جاية. تعال نشوف النهاردة الشناوي لما تسأل على فكرة الاصابة ومدى جهزيته ممكن يشارك ولا ما يشاركش لانه قال كلام مهم جدا النهاردة في المؤتمر الصحفي. مهم جدا. حسنا نشغل من بعض الموارا ومعباز التربية والمهم بالشركة بيس ودمن 40 ساعة وموحدة لم تكتشها لقدمنا 24 ساعة ووى في الأخير الخارب تعبوتش في الأول. احنا مما واحدة مجموعة كبيرة مبتودة وعيحات القم بضل مبتودة ملعب احنا كل يوطار حقا نحن حذر تجربنا سلح العالم يجب أن نحن قد تحديد الإصلاح لقد تحديد الإصلاح الماضي في الثلاثة الماضية لعبة الأكبر بمجرد الإصلاح والأحيات الماضية حضر الشباية ماضية وحذرين معدنا من المفترض حوالي وإن فترنت نحن 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 عديد وإن فترنت في الآبار لأوش نساء فترنت في الآبار لصنع